السلام عليكم اليوم الثلاثاء الثامن من شباط الفين وثير وعشرين عقد اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي وافتتح السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع بكلمة تقدم فيها بالعزاء الى ذوي الشهدين القاضي احمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي الذين استشهد اختيالا في محافظة ميسان ما زالت تحديات الامنية تحاول زعزعة حياة العراقيين لا سيما انها تطول هذه المرة رجال القضاء ورجال الامن وتلك نقطة حساسة تعالجها الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بنفسه التي افضت الى تشكيل عمليات ميسان الحكومة تعمل في كل مرة نقول حتى النفس الاخير بايجابية عالية وبحزم واسرار على الرغم من كل هذه التحديات كانت هناك ايضا ملاحظات لسيد رئيس مجلس الوزراء في ان الوزراء في هذه الكابينة منسجمون في اعمالهم ومتعاونون الى درجة كبيرة افضت الى تحقيق نجاحات في هذه الحكومة وكان هناك ايضا توصية ضمن الجو العام الذي يشيع هذه الايام فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية في ان يشدد الوزراء ويركز على اعمالهم بايجابية عالية دون التدخل في المسائل السياسية بالتأكيد لان مهماتنا تنفيذية بامتياز ونحن نحرص على ادائها بكل ايجابية وبكل مهنية فيما يتعلق بالقرارات كان هناك نقاش طويل فيما يتعلق بانشاء طريق ساحلي موازي لشط العرب بطول 95 كيلومتر هذا المشروع اساسي ومهم وخضع لما يقرب من الساعة الكاملة من النقاش بين السادة الوزراء وافضى النقاش الى ان تتولى وزارة المالية تحويل المشروع الذي تشترك فيه وزارات عديدة في الحقيقة وزارة الموارد المائية وزارة الاعمار والاسكان وحتى محافظة البصرة هذا الطريق له اهداف عديدة ليس مجرد طريق خدمي وانما هو فيه جانب امني يتعلق بتهريب المخدرات في تلك البقعة من العراق وانشاء هذا الطريق يحول دون هذا النشاط المتصاعد في العراق والذي تتخذ الحكومة فيه اجراءات حازمة ليس فقط على مستوى القانون والمحاسبة وانما على مستوى مثل هذه المشروعات في انشاء هذا الطريق الذي سيسد المنافذ على اولئك المهربين للمخدرات الى العراق وبالتأكيد ستكون له نواحي سياحية بما ان هذا الطريق طويل ويوازي شط العرب ايضا كان هناك قرار فيما يتعلق بسلطة الطيران المدني فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل سلطة الطيران المدني التفاوض والتوقيع على بروتوكولين اساسيين معدلين لمواد في اتفاقية الطيران المدني لسنة 1944 التي وقعت ايضا في مونتريال هذا التعديل في 2016 وهذا ما يخدم مصالحنا في هذه المؤسسة مؤسسة سلطة الطيران المدني واخيرا كان هناك موافقة لمجلس الوزراء بعد نقاش وبعد ان عرض الموضوع من وزارة النفط على تنفيذ مشروع مصفى حديثة وهذا التنفيذ هو التطويري لهذا المصفى من اجل زيادة الانتاج وتحسينه شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر